حكيت على العالم الغربي وقلت بأنه اليوم الاحتجاجات في كل مكان ورأو اللي مكانش موجود قبل من تعاطف ومن فهم للقضية ومن إيمان بحق الشعب الفلسطيني في أرضه اليوم بعد السابع من أكتوبر تبدلت المقييس والمعادلات الكل إسبانيا اليوم يأكد وزير الخارجية الإسباني أكد مثلا في آخر الأسبوع يقول رفضت إسبانيا السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متجهة للكيان من الرسو في أحدى موائنها اليوم كانش يصير قبل البيرح في آلاف المتظاهرين اجتمعوا في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية بريز بمناسبة هما يحبوا يحكيوا على الذكرى 76 للنكبة وفمسياسيين كبار البيرح كانوا موجودين والشعار الأكبر كان لن نسمح باختفاء فلسطين وفي نفس الوقت إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية يوم الأربعة هذا يعني أنه اليوم في البحر الأبيض المتوسط هناك معركة كبرى من أجل أولا ساعة أن يعود الحق الفلسطيني ثانيا عندما إسبانيا تعترف بالدولة الفلسطينية فهذا يعني أنه كل المسارات كيمة خمسة زاية خمسة ومعناها الاتحاد من أجل المتوسط الأخيري سقطت وبالتالي سيكون هناك إعادة استفاف داخل البحر أبض المتوسط وذلك مهم بالنسبة لنحن لأنه تونس والحمد لله لأول مرة تلقى روحها في الجانب الصحيح من التاريخ بالنسبة لشيء اللي قاعدت في فرنسا راهوا انقلاب تام في المشهد راهوا نحن اليوم في فرنسا الشيء اللي قاعدين راووا فيه أنه مثلا لفرنس انسوميز معناها ميلونشان جونلوك ميلونشان قاعدت تصعد حتى في رأي العام الفرنسي لأنها وقفت إلى جانب الحق الفرنسي لأنه هو بده تصريحات يومية وموجودة في كل الاحتجاجات وحتى كيف يخرج من فرنسا وشوفناه حتى في تصريحات في السنغال يعني مع القضية وضد ما يحصل وفمشكون حتى قال بأنه ما خسيره ميلونشان ممكن تيلة سنوات رجعوا له نقاط واستعاده مع وقوفه مع القضية الفلسطينية وستكون الانتخابات الأوروبية في بعض البلدين مشكلة ستكون بالنسبة لأنا بروفا لما سيحصل في أمريكيا لأنه إلى حد الآن التحليل لمسارات الانتخابات في أمريكيا لا تأخذ بعنا الاعتبار الصوت المساند لفلسطين ونعلم جيدا أنه هذه الأصوات موجودة في بعض ما يسمى الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تأتي بهذا أو بذلك وشيء نعرفه نحن روح في أمريكا يختاروا معناها بين المعناها من الكوليرا ومعناها مهمة ليست اختيار معناها مبدأ إلى خيره ولكن المهم أنه تصبح اليوم فلسطين والقضية العربية جزء من المعادلة الانتخابية في أوروبا وفي الغرب وفي أمريكا وذي مهم يا سيدة هذا هو راوه في الغرب وكل راوه كما قلتك الحروب في الغرب راوه شنية المعادلة المتاحة هي أن تترجم سياسيا وأن ترجم سياسيا هو أن لا تكون على هامج التاريخ لأنه اليوم هناك دول ستدخل في التاريخ ستكون جزء من التاريخ لاحظ حاجة أنه الرئيس الأمريكي قطع الإجازة متاعه وعاد في الوكادي اللي فات في نهاية أخر الأسبوع إلى واشنطن عندما سمع أنه الرئيس معناها إبراهيم رئيسي معناها توفن يعني أنه هناك دول أصبحت وزنة اليوم في العالم ولا يمكن أنه معناها يتم معناها اعتباره وكأنه هامش الهوى مش أو على الطرق هذا هو الأساسي ونريد أن تكون فلسطين في قلب المعادلة في قلب كل المعادلة في أي منطقة في العالم في أوروبا في أمريكا شينج منضيفه على مسألة معناها إسبانيا لأنه مهمة بالنسبة النحية إسبانيا راهي تواصل لنا راهي الجوار وهذا يعني أنه الدول التي يوجد فيها يأما جوار مع الدول العربية والأمم العربية والشعوب العربية أو فيها وجود ديمغرافي مهم لأقليات أو لمجموعات عربية أو مسلمة راهي اليوم أصبح تتأثر بهذا المطلب الأساسي لديه شعوبنا وهو قرار الحق الفلسطيني شيء يبدأ اليوم في إسبانيا إيطاليا رفمت الحركات فرنسا هنا رينا معناها حقيقة صراع بين اليمين المتخلف المعنى المتصاهي ومن الجانب الآخر اليسار الذي يؤمن بالحق الفلسطيني قلت بعض البلدان الأخرى مع كل أسف تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنطق النكاية وأهل هنا أتحدث أساساً على الألمان الذين يعتبرون أنه من حقهم أنه يدافع على إسرائيل التي قيل أنها خلقت من أجل حماية الشعب معناها ثم اليهودي الذي قام الألمان بتقتيله ولكن اليوم ألمانيا تريد إصلاح خطأها بخطأ أفضع وهو تقتيل الفلسطينيين في كل هذا ما زلنا النجمو نحكي على مفاوضات على هدنة على ورقة على مصر قطر ما زل موجود هذا سأولي مصر خرجت من المعادلة ولن يتم إعادتها حتى كمساة بشتعود فقط بالنسبة لقطر هي اللي أعلنت أنها غير معنية على الأقل في الفترة هذه بالمفاوضات ولكن سيكون هناك لاعبون قالت المفاوضات في حالة جمود بالنسبة لها ما عندي لك أنا أقول لك أن هناك تركيا هناك بلد الأخرى ستدخل في الحوار والمفاوضات ولكن أؤكد لك أنه من بعد شيء اللي صار في إيران وشيء اللي صار في معناها في المحكمة محكمة الجنايات وشيء اللي قاعد يصير في الميدان معناها مع كل أسف اللي لاحكي لاش عن شيء يصير في الميدان لاش نعود ونحكي عن الميدان لاش هتكتهم المقاومة شمالا جنوبا معناها وحتى من المناطق البعيدة هذا الكل يؤكد أنه إسرائيل اليوم ستدخل في مرحلة حرجة من الصراعات الداخلية وستكون مجبرة مع التغيير اللي بشيء يصير في هرم السلطة غادي أنها تعيد الجلوس إلى مائة المفاوضات وستقبل بما قبلت بي حمس واضح شكرا لك دكتور رافع طبيب شكرا لكل كتيبة على مسؤوليتك ويرجع بحثنا الدكتور رافع طبيب نتفهمنا ويهنيه النهار ما مش ترجع بحثنا الأسبوع هذية لأنه فما العديد من المواضيع لما اتطرقنا لهيش شكرا لكل من تابعنا اليوم من تونس غزة فلسطين الجزائر المغرب فرنسا ألمانيا بلجيك سويسرا بريطانيا السويد كوريا الجنوبية العربية السعودية اليمن سلطنة عمين سلوفاكيا موريطانيا إسبانيا الأردن الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان اليوم حاضرة كذلك معنا دكتور رفع طبيب شكرا جزيلا اليوم تحية خاصة تونسيا تونسي تابع فينا كل يوم وننسى شما سالهم شعلي شكرا لكل من يتابعنا مرة أخرى قلكم تحت كل سماء وفوق كل أرض تحية لك فما عندي الفوت دكتور رفع طبيب 94% قالوا نعم أقنعنا الدكتور رفع طبيب للليلة 6% فقط قالوا لم يقنعنا وإن أقولكم كما كل ليلة العزة لغزة والمجد والنصر لفلسطين لأرض الجبارين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في لمن